كشف الفنان علي الحجار كواليس ما حدث معه حين تعرض لمقلب الفنان رامس جلال والذي يقدمه على شاشة MBC مصري في برنامج رامس نيفر اند حيث تحدث الفنان علي الحجار في تصرحات لبرنامج اللعب مع القبار انا اتوردت ورطة كبيرة جدا من الموقف اللي حصل معايا من رامس جلال وقيامه بالمقلب وتابع علي الحجار الحركة دي عيب وبتدل ان الشخص مش عارف امتي وان شخص مش بتاع اللعب والمقالب واضاف علي الحجار بنتي من محبي رامس جلال وبتابعه وبيكون معانا كل يوم على الفطار بنتي مستنية تشوف الحلقة جدا بس هي مش حاسة ان فيه اهانة حصلت ليا بالموقف ده واكمل الغريب ان رامس فيه مقدمته اللي بيبدأ بيها الحلقة تحدث عن تاريخي ولكن للأسف كنت ضحية له في البرنامج وفي نفس السياق وقع الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل ضحية بالحلقة العشرة لبرنامج رامس نيفر اند تعرض مصطفى كامل لهجوم شرس من جانب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره قضيف بحلقة الليلة من البرنامج لكونه نقيبا للمهن الموسيقية مما يستوجب ظهوره بشكل لائق اقام مصطفى كامل مؤتمر صحفيا مساء امس ورد على الهجوم عليه لظهوره ضمن ضحية برنامج رامس نيفر اند وقال انا فنان يا جماعة ودعت لبرنامج ورحت بفلوس طلع مقلب ولا طرطة ولا بليلة مش قصتي ايه المشكلة لما اشارك فيه برنامج رامس انا فنان زي زي محمد رمضان ومحمد فؤاد وجالي شغلي ورحت لاني مش حرامي نقابة وطبيعي اروح برنامج وفجأت انه مقلب يذكر ان برنامج المقالب رامس نيفر اند يعرض على قناة الام بي سي مصر فيه تمام الساعة السادسة وعشر مع موعد ازان المغرب يوميا خلال شهر رمضان ويقع العديد من نجوم الفن بمختلف الدول العربية في المقلب ابرزهم الفنان محمد رمضان والفنان هنديم هنة والاعلام شريف عامل والمزيع ياسمين عز ولعب القرى محمود عبد المنعم كهرباء لعب الاهل المصري